مباشرة من الباحة مشاهدين نيزار العلي مراسلنا نذهب إليه والجديد لديك ولدى ضيفك نيزار مساء الخير حمود وغوة على جميع السادة المشاهدين بالفعل نتواجد في منطقة الباحة هذه المنطقة اللي يبلغ عدة سكانها أكثر من نصف مليون هذه المنطقة اللي تضم تحتها تسع محافظات منطقة الباحة لم تسجل إلى اليوم إلا 14 حالة مصابة بفايروس كورونا الجديد أربع حالات أعلنت عن وزارة الصحة أنها تماثلت للشفاء وعشر حالات لا زالت تتلقى الرعاية اللازمة لو تكلمنا عن منع التجول في هذه المنطقة منطقة الباحة لا زالت تعمل بأول قرار صدر في المملكة لمنع التجول اللي هو من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا إلى هذه اللحظة للحديث أكثر عن منع التجول وعن أن الباحة لا زالت في طوق هذا المنع لم تمدد وقت المنع ينضم معايا العميد سعد طراد وهو المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة في البداية أنتم لازلتم تعملون من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا أبرز الأسباب أولا الله يحييكم يا هلا ومرحبا في منطقة الباحة فعلا أخ نزار الباحة لا زالت على الساعات الأولى المنع الحضر اللي هو يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وهذا يعني مؤشر جيد يدل على وعي وثقة المواطنين بالتوجيهات التي تردهم وفي التزام لله الحمد من الأخوة المواطنين والمقيمين على حد سوا سالة العميد منطقة الباحة تختلف جغرافيا عن باقي المناطق هناك منطقة السراء منطقة التهامة منطقة البادية كيف يتم تطبيق قرار منع التجول في تلك المناطق في تلك المحافظات خاصة أن نعرف أن منطقة الباحة يوجد فيها العديد من القرى منذ صدور التوجيهات القاضية بوجود ساعات المنع كان هناك غرفة عمليات الكوارث والأزمات بشرف من سمو أمير المنطقة ومباشرة من ساعدة مدير شرطة منطقة الباحة ووضع الخطة اللازمة والملائمة ووضع خطة لكل محافظة ساعدنا في ذلك ما في شك وعي وثقة المواطنين في التوجيهات التي أشهرنا إليها سابقا مما يدل على أن مؤشر الإصابة بهذا الفيروس ولله الحمد محدود في منطقة الباحة نسأل الله العلي العظيم أن يرفع الغمة وأن يكلل مساعي الجميع بالتوفيق يا رب شكرا لك ساعة الأميد أنا حمود وهو ودي أوريكم صورة هذا الطريق هذا الطريق هو يعتبر الشريان الرئيسي لمنطقة الباحة زي ما تشاهدون وخالي تمام من الحركة إلا لبعض المركبات أيضا هناك مبادرة أطلقها أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسان بن سعود وهي تحت عنوان أهلنا يستاهلون طبعا هذه المبادرة تهتم بأهالي المهن في تلك المنطقة بدأت هذه المبادرة بربع مليون ريال اليوم نتحدث عن وصولها إلى 20 مليون جميع المستفيدين منها هما من أهالي المنطقة وأهالي المحافظات لمن كانوا يعملون في تلك المهن وتضرروا من قرار منع التجول طبعا زي ما تشاهدون هذه الصورة طريق الباحة الرئيسة وكما يسمى هو شارع السوق هناك حركة مرورية جدا خفيفة وهما أكيد بكل تأكيد للأشخاص المستثنين وأيضا نقاط المنع المتواجدة في منطقة الباحة طبعا لازمنا هذا الكبرى اللي أنا تواجد فيها الآن أيضا هو يسمى كبرى الأمارة زي ما تشاهدون من خلف نقاط التفتيش المتواجدة أيضا المركبات التي ربما تكون موجودة أو حتى الآن هو خالي تماما منطقة الباحة كما ذكرت هي لازالت مستمرة بقرار منع التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا إذن الزميل نزار العلي معنا تحديدا من الباحة شكرا لك وأيضا شكر موصول لعميد سعد طراد المتحدة الإعلامي لسرطة الباحة